اختي بقول في الانترو نهاردة يا أستاذ أحمد انه محمد صلاح تجربة استثنائية صنعتها الصدفة ومحمد صلاح يعني هو محمد صلاح ده مش حاجة منظمة عندنا ان في محمد صلاح طلع وفي محمد صلاح هيطلع بعده وفي محمد صلاح هيطلع بعده هو حالة استثنائية حصلت وهو اللي حافز على نفسه هو اللي عمل لنفسه مشروع والمشروع ده ناجح كمؤسسة إيجابيات محمد صلاح العظيمة دي اللي كل يوم نشيد بيها ونتغنى بيها إزاي تتكرر الفترة اللي جاية نحن في ده سؤال صعب شوية ده سؤال عزمة تجلدات لكن يعني في النهاية يعني هو فيه توفيق من الولد طبعا لكن لازم يحايل دي المؤمنين العرب صحيح خلينا يعني لو احنا بنتكلم عن محمد صلاح لو بلعف الأهل والزمالك كان هيخرج كان هيعمل الحصل ده طيب فكرة السوشيال ميديا واللعيب اللي هو معربش ده فيه لعبة بتأجر السوشيال ميدي دلوقتي اه طبعا انا باشا هديك كذا وقول علي كذا 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 وده حاجة في منتهى منتهى الخطورة واللعيبة في الأهل والزمالك لعيبة بس لعيبة ومدربين مدربين بس عايز ايه تاني طيب فيش عنديه لا ما عنديه ماشي ما فيه عنديه عندها قصة مش كارع الرسمي لا ما كاربش عن الرسمي لا فيه لجان ممولة خلانا نكون منطقيين وأهل والزمالك عشان برضو نبقى على بيانة من أمرنا لكن حمد صلاح بقى يعني نحى كل ده جانبا خلانا نكون قمناء ومحمد صلاح يعني هم بيكلم بنقولك اللعيب وتعليم والتعلم حمد صلاح كان معايه معدل سلكي موهل في الوقت ده كان يشغل أي شاب يشق طريقه لكن هو يشتغل على نفسه راح عندها كبيرة بدأ ببازل ونديه ساعده يعني ما قولنا عرب ساعده اتفضل روح لو تفتكر الفترة اللي راح فيها صلاح ونني بازل موهلين كان بيصارع من أجل البقاء لكنهم قرروا ان هم يطلعوا الولايات دي برا ولازم أذكر الناس اللي كانت موجودة وعلى رأسهم الموان شريف حبيب اللي كان موجودة في الوقت ده والمشارع قسامة السعيدي بالاسم لازم نازلت تشكر على انها منحت الفرصة اللي هلأوا النجوم ان هم يتقلقوا وكان فيه كمان زيكا وكان هم شايفين زيكا مشروع لا يقل بل يزيد عن محمد صلاح ونني لكنه مشكلة وقفة العقلية فراح في السكة تانية مع ان هم كانوا شايفين زيكا أحرف كمان لكن الموضوع مش بالأحرف الموضوع ازاي اشتغل على نفسي ازاي اعرف اعمل ايه محمد صلاح راح بازل من بازل واخد تجربة صعبة ومريرة وفاشلة مع تشيلسي هل انتهى محمد صلاح لا بدأ من جديد مع فرونتينو الايطالي وتعلم الايطالية واجدها ثم انتقل الى ليفربول عشان يصنع المجد بقى من كله اللي احنا شايفينه ده الراجل ده مؤسسة تتحرك على قدمين نفس الكلام يعني انا مش عايز اقول صلاح بس لا فيه نجوم عندنا بنفس النسق انا شايف ان النني بيعمل انجاز عظيم رغم ان هو اصاباته كتير لكن النني في الارسنال عشان الراجل ده لو مالوش قيمة فظل ما اصاباته تتجرر هم بيجددوله مرة واثنين داخل السنة التامنة بعد ما الناس كان بيقول لك لا حيمشي لا حيروح تركيا راح تركيا نجح ورجع تاني وكمل هي دي اللعيبة او المعادل اللي احنا لازم نشوفها اشتركوا في القناة